موسيقى أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان أن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان وأن غدا الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية دكتور أنور جيرجاش إن دبلوماسية هي الطريق الوحيد لدفع قطر إلى تغيير سياساتها تجاه الإرهاب مضيفا أن لا نية لأي نوع من التصعيد مع الدوحة وأشار الدكتور جيرجاش خلال مؤتمر صحفي في دبي إلى أن تسريب الدوحة لقائمة المطالب العربية يعد خطوة متهورة قوضت الوساطة الكويتية وأن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر عن دعمها للإرهاب والتطرف قتلتنا عشر مدنيا بينهم طفلة وامرأة وجرح نحو عشرين آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبية في مدينة الدانابيري في إدلب الشمالي وتزمن الانفجار مع وقت الذروة ووقت ظل السوق بالأهالي ما جعل الحصيلة الحالية غير نهائية ومرشحة للإزدياد لوجود عدد كبير من الجرحى إصاباتهم حرجة كما وخلف الانفجار خسائر مدية كبيرة لحقت بالمحال التجارية في السوق قال الجيش الأمريكي إن خط الاتصال مع روسيا بشأن مناطق عدم الاشتباك والذي يهدف إلى تفادي أي تصادم عارض فوق سوريا يعمل حتى بعدما هددت موسكو بقطعه بسبب قيام واشنطن بإسقاط طائرة عسكرية تابعة لقوات الأسد الأحد الماضي أعلنت مصادر عسكرية وأمنية في العراق أن القوات المشتركة ستقتحموا وسط المدينة القديمة بعد وصول وحدات من الشرطة الاتحادية والجيش قرب ما تبقى من جامع النوري فيما تعمل قوات خاصة على إجلاء المدنيين إلى مناطق آمنة وأفدت الأنباء أن كل ما تبقى لداعش هو نحو 500 متر مربع وسط المدينة القديمة يتحصن بداخلها أقل من 200 متطرف من ضمنهم قناصة وانتحاريون ومعهم كميات من المتفجرات ومدافع هاون فتحت قوات عراقية طرقا لخروج مئات المدنيين لتمكنهم من الفرار من المدينة القديمة في الموصل فيما تقاتل لاستعادة الحي التاريخي من يد مسلحي داعش الذين يقاومون في مواجهة أخيرة دفاعا عن معقلهم الرئيس في العراق تعرض البرلمان البريطاني لهجوم الالكتروني إذ شلت على إثره الحركة الالكترونية في البرلمان كما أدى إلى عدم مقدرة أعضاء البرلمان من الدخول إلى حساباتهم حسابات بريدهم الالكتروني التابع للحكومة إلى اللقاء